السلام عليكم في سنة 2004 اختفى شخص ينقال عبد الحكيم الهودلي في الاردن وتحديدا في منطقة عندهم يسمونها البقعة اللي فيها المخيمات هذا عبد الحكيم كان عمره 40 سنة متزوج وعنده 6 من الاولاد اختفى في يوم وليلة اقعدوا اخوانه وهلوا جماع توقبيته كلهم يدورون عليه وين راح عبد الحكيم ما هم عارفين ومن 2004 الى 2018 يعني 14 سنة وهم يبحثون عنا بدون اي جدوى اختفى هذا عبد الحكيم يشتغل ميكانيكي في احد الكراجات اللي في مخيم البقعة لكن ما كان فيه اي عدوات يعني له او مشاكل او ثار او من هالامور هذي ولا هو شخص يعني يختفي بيوم وليلة ويترك عياله وهلو جماعته وحلاله فكان اختفاء شي غريب بالنسبة حق افراد اسرته بالكامل ما لكم بالطويلة في اول ايام في 2004 لما اشتبهوا في اختفاء قاموا يسئلون وكان فيه واحد يشتغل معاه عمره 28 سنة ايامها بل 2004 هذا حققوا معاه وقالوا لان تكيد لك علاقة في الموضوع واعتقلوه لمدة 10 ايام وحققوا معاه طلع الولد ما لا علاقة فيه لان اشتبهوا ان له يعني كان بينه وبين عبد الحكيم يعني اختلاف في موضوع المادة والفلوس بالشغل لكن الولد ما لا علاقة افرجوا عنا بعد 10 ايام من 2004 يأسوا من كثر البحث السنوات هذه كلها خلاص صارت الامور طبيعية لكن واحد من اخوان عبد الحكيم ابدا ما يأس ابدا كل ما يسمع معلومة يروح يتأكد منها ما هم صدق انه اخوه يختفي بيوم وليلة وراحت الايام والسنوات طبعا اللي كان شغال مع عبد الحكيم استمر يشتغل في نفس الكراج في 2018 ترك الكراج اخذ واحد ثاني الثاني اللي اخذ طبعا ما يعرف لا عبد الحكيم ولا يعرف الشخص اللي كان شغال معه سوى تعديلات داخل الكراج وكذا اكتشف وجود عظمة يعني كأنها عظمة بشرية داخل الكراج مدفونة فبلغ فيها السلطات وجو والأدلة الجنائية وشيكة ولا فعلا عظم بشري تذكروا قصة اللي حصلت قبل الاربع تأش سنة اتصلوا على اخوه عبد الحكيم قالوا لنا تعال حضر قال شوفوا احنا لقينا اللي هي العظمة هذي عظمة بشرية داخل الكراج مدفونة مبين انها قديمة لكن احنا ما احنا متأكدين اذا هذي تعود لاخوك اللي هو عبد الحكيم المفقود ام لا لكننا بنسوي فحص الديان ايه بالفعل سوى فحص الديان ايه ولا هذي عظمة من جثة عبد الحكيم يعني عبد الحكيم كان مقتول ومدفون اقلبوا الكراج كله باللي فيه ما لقوا اي اثر ثاني فقط هالعظمة هذي شي غريب قاموا يبحثون عن الشخص اللي اشتغل في الكراج من ايام عبد الحكيم وتركه بالفين ثمنتعش والقوا القبض عليه بالتحقيق معاه مني ومناك انهار الولد واعترف بالقصة بالكامل تكلم قال قبل 14 سنة انا وعبد الحكيم كنا على خلاف على الشغل فتطور الموضوع وصار شد بالكلام وبعدين مدينا ايديننا على بعض قمت وطلعت حربة اللي هو سكين كنت مخبيها داخل الكراج وطعنت فيها عبد الحكيم اللي سقط ومات على طول فقفلت عليه الكراج وبديت لأكثر من أسبوع وأنا أحاول أني أشيل اللحم عن العظم يخرب بيتك قعد أسبوع يفصل أعظام الجثة عن اللحم ويجمع اللحم شي يسوي فيه يروح المناطق البرية ويرميها على الكلاب عشان تاكل اللحم العظم كان مبتلش فيه قام ينظف العظم ومرة يحذف واحد صوب ترعى ومرة يحذف في بار صوب مقبرة قام يوزع العظم بكل مكان ما بقت عندها إلا العظمة هذه قال هذه ما ما تفرق يقول شانا تفنها داخل الكراج طبعا بعد ما اكتشف الموضوع وانقلبت الدنيا قالوا لا حبيبي مستحيل انت بروحك تقوم يعني تشرح جثة وتروح تخفيها وكذا من اللي شاكك قال لا ما في احد قالوا لا استدعو اخوانا استدعو اخوانا واحد فيهم واحترف قال اي نعم اتصل علي وقال يا أنا قتلت واحد وانا اللي عطيت الفكرة ان انقطع اللحم وانقطع تكرموا الكلاب البرية والعظم نرميه في كل مكان مع الراس وانتم عارفين في الاردن عندهم نظام العشائر والقبائل عندهم عرف ان القبيلة تحاكم قبيلة فهذول قبيلة الهودلي والشخص الثاني القاتل واخوه من قبيلة يعني يتبع قبيلة عشيرة الوريكات اد اكلموهم وصارت مطالبة عشائرية وانقلبت الدنيا وراح احط لكم فيديو للمطالبة العشائرية المطالبة هذه كان لها صيت كبير جدا تدخلوا في غالبية وجهاء القبائل الاخرى علشان يسوون هدنة بين عشيرة الهودلي وعشيرة الوريكات وبالفعل تم الاتفاق على مطالب يعطونها الوريكات حق قبيلة الهودلي اول شي قالوا ان يتم مطالبة عشيرة الجاني بعدامه يعني نفسهم الوريكات يطالبون بعدام القاتل اخوه قالوا لهم ما في مشكلة غلطان ويستحق الشي الثاني ان قبيلة الوريكات اللي هي قبيلة القاتل تنشر في صحيفتين رسميتين في الاردن القصة وتستنكر الفعل اللي سوه اعيالهم قالوا ما عندنا مشكلة الشي الثالث قالوا لهم ما تحطون محامي دافع عن القاتل اخوه قالوا كذلك اوكي الشي الرابع واللي اهو اصعب وعلى فكرة هذا كثير يحصل وينفذون كذلك ان قبيلة الهودلي اللي هي عشيرة الهودلي طالبت من الوريكات اغلاق محلاتهم ومصالحهم كلها اللي فيه لواء عين الباشا اللي هي المنطقة اللي عايشين فيها كل شي لهم من مصالح ومحلات يعطونهم مهلة ستة شهر كل واحد عنده محل يسكر محلة يبيعها يتصرف فيه اهم شي انه يترك المنطقة الشي الخامس يسمونها الجلوة يعني حتى اللي ساكن في عين الباشا من الوريكات يجلي يعني يطلع منها المنطقة كلها ويتركها حق عائلة الهودلي وهذا الشي كذلك التفقوا عليه الشي السادس ان يتعهدون بعدم تعرض الوريكات لأي شخص من عشيرة الهودلي خاصة ومن لواء عين الباشا اللي هي المنطقة بالكامل بشكل عام وكذلك وافقوا وتم تنفيذ هذه الشروط بعد ست أشهر من المطالبة راح أحطها لكم في الانستجرام بالإضافة إلى أن تم محاكمة القاتل وأخوه بتهمة قتل عبد الكريم الهودلي وتم تنفيذ عليه حكم الإعدام هذا نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة